بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إسلامنا يدعونا إلى الخلاق الفاضلة يدعونا إلى التعامل الطيب الحلال المباح مع بعضنا البعض وأن لا نخرج على الغير بظواهر سلبية تعود بالضرر والإساءة إلينا وعلينا وعلى مجتمعنا وعلى ديننا إن الغشة ظاهرة حرمها الإسلام وجرمها خلط الجيد بالرديء خلط الطيب بالخبيث التحايل غير المشروع حتى يصل الإنسان إلى ما لا يستحق إظهار الصلاح مع خبث الطوية والباطن كل هذه الأمور تعارف للغش إن الغش له أنواع عديدة فهناك غش حتى في التدين وفي الدين هذا الذي لا يعرف شيئا هذا الذي لم يطلع على علم ثم يخرج على الناس ليفتيهم ثم يخرج على الناس ليتكلم في الدين ليتكلم في علم ما من العلوم وهو لا يعرف عنه شيئا قال الله تعالى وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الدين أو في أي علم ما من العلوم الشرعية أو غيرها لا يتكلم فيه إلا أهل التخصص ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه دخل المسجد فوجد رجلا يسأل ويفتي يسأل ويفتي فقال له يا هذا أتعرف المكية من المدني؟ قال لا أتعرف المطلق من المقيد؟ قال لا أتعرف المحكم من المتشابه؟ قال لا أتعرف كذا وكذا؟ قال لا فنهره الإمام علي رضي الله عنه أرضاه وقال له من أنت؟ قال أنا أبو فلان قال لا بل أنت أبو عرفوني ما جلست في هذا المكان إلا لأجل أن يعرفك الناس جلست سمعة وشهرة هذا من الغش هذا من التدليس الذي يحاربه الإسلام الذي يقف ديننا أمامه موقفاً أحبة الأكارم هذا نوع من أنواع الغش وهناك نوع آخر وهو غش النفس تلك النفس التي ينبغي أن يربيها المرء على الصلاح لتكون نفساً لوامة صاحبة ضمير يقض أقسم الله جل وعلا بها فقال في أبلغي وأعلى قسم في القرآن والعربية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنسبة التي لا ينبغي أن لا نغشها أبداً لا ينبغي أن نجعلها على فساد لا ينبغي أن نجعلها على ما يغضب مولانا جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وهناك غش في النصيحة نحن مأمورون بالنصح لبعضنا البعض كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يستنصحك إنسان يستشيرك لا بد أن تدله على الخير لا بد أن تدله على ما يجعله ثابتاً مستقيماً على الهداية والطاعة والخير قال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتماً وقال الدين النصيحة أحبة الأكارم إن ديننا لا يعرف غشاً قال النبي عليه الصلاة والسلام من غشا فليس منا وقال من غشنا فليس منا هناك غش في البيوع هناك غش في تعاملاتنا مع بعضنا البعض فديننا لا يعرف الغش وإنما يحاربه يعرف التعامل الطيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التعامل الطيب مع بعضنا البعض اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله